تحلل السكر Glycolysis الكائنات الحية في حاجة مستمرة إلى الطاقة للقيام بعملها ويتم الحصول على هذه الطاقة بتحويل السكريات ومنها سكر الجولوكوز إلى مركبات طاقة ATP فكيف تتم هذه العملية؟ إنها Glycolysis أي عملية تحلل السكر وهي أول خطوة من خطوات التنفس الهوائي وتحدث في السيتوبلازم والتي يتم فيها تحطيم سكر الجولوكوز وتحويله إلى بيروفيت وتمر هذه العملية بعشر خطوات خلالها يتم إنتاج جزيء الطاقة ATP بالإضافة إلى بعض المركبات الأخرى مثل NADH والتي يمكن استخدامها لاحقاً في إنتاج ATP ويمكن تقسيم هذه الخطوات العشرة على مرحلتين رئيسيتين وهما المرحلة الأولى والتي تبدأ بتجميع السكريات البسيطة وتنتهي بتحويلها إلى غليسرالدهايد ثلاثة فوسفات وتتضمن خمسة تفاعلات وهم كالتالي في التفاعل الأول يحفز إنزيم الهيكسونيز التفاعلات ليتم فسفرة الجولوكوز في وجود طاقة وماغنيسيوم كعامل المساعد لنحصل على جولوكوز ستة فوسفات وهذا النوع من التفاعل غير عكسي في التفاعل الثاني يحدث تغيير للروابط بين الجزيئات ليتم تحويل الجولوكوز ستة فوسفات إلى فاركتوز ستة فوسفات في التفاعل الثالث يحدث تفاعل فوسفات آخر في وجود طاقة ATP ليتم تحويل الفاركتوز ستة فوسفات إلى فاركتوز واحد وستة فوسفات وهذا التفاعل أيضا غير عكسي وبهذا نكون قد استهلكنا جزيئين ATP حتى الآن في التفاعل الرابع يتم كسر جزيء الفاركتوز واحد وستة فوسفات سداسي الكربون إلى مركبين الجلسرالدهايد ثلاثة فوسفات وثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات في التفاعل الخامس يتم إعادة ترتيب ذرات ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات ليتحول إلى جزيء ثان من الجلسرالدهايد ثلاثة فوسفات وبهذا تكون قد انتهت المرحلة الأولى والتي نتج عنها جزيء الجلسرالدهايد ثلاثة فوسفات المرحلة الثانية والتي يتم فيها إنتاج الطاقة وتتضمن خمسة تفاعلات أيضا وهم كالتالي في التفاعل السادس يتم أكسادة جزيء أي الجلسرالدهايد ثلاثة فوسفات ليصبح ثنائي الفوسفات ويتم نزع الهيدروكين واختزال جزيء NAD موجب إلى NADH والذي يتم تحويله إلى ATP بعد ذلك في التفاعل السابع يتم تحويل ثنائي الجلسر فوسفات واحد وثلاثة إلى ADP لينتج جزيء الطاقة ATP والمركب الثلاثي ثلاثة فوسفو جلسرات وهذا التفاعل عكسي في التفاعل الثامن يتم إعادة ترتيب مجموعة الفوسفات في المركب الثلاثي فوسفو جلسرات من ذرة الكربون الطرفية الثالثة إلى ذرة الكربون الثانية لينتج إثنان فوسفو جلسرات في التفاعل التاسع يتم نزع جزيء ماء لينتج مركب غير مشبع يحتوي على مجموعة فوسفات عالية الطاقة في التفاعل العاشر يتم فيه تكوين البيروفات وإطلاق طاقة ATP وهذا التفاعل غير عكسي وهنا يمكن القول بأنه في خلال عملية تحلل السكر تم تكوين اثنين بيروفيت واستهلاك أربع جزيئات طاقة ATP وإنتاج جزيئين NADH ويمكن استخدام كل من البيروفيت وNADH مجدداً في إنتاج طاقة اشتركوا في القناة